بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عدنا لكم من جديد في سلسلة التعلم عن بعد ومدارس الهدي المحمدي أهلا بكم يا مبدعين في مادة الرياضيات عالمية الممتع الوحدة الثامنة الكسور والأشكال الهندسية الدرس الثالث المجسمات الصف الثاني الأساسي ومعلمتكم المحبة لكم سجود أبو عواد صغار الرائعون لنستعرض سويا الأهداف التعليمية لهذا الدرس أن يتعرف الأشكال الهندسية ثلاثية الأبعاد مثل الكرة والمكعب ومتوازي المستطيلات والأسطوانة والمخروط والهرم أن يذكر مثالا من حياته العملية على مجسمات مختلفة وأن يميز بين السطح المستوي والسطح المنحني هل أنتم مستعدون لدرسنا لهذا اليوم؟ بسم الله تعالى نبدأ وعلى بركة الله عنوان الدرس المجسمات هذا يا صغار الرائعون هو المكعب وله أشكال كثيرة منها الكبير ومنها الصغير دعونا نتعرف على خصائص المكعب المكعب يا صغار الرائعون شكل هندسي ثلاثي الأبعاد له ستة أوجه مربعة الشكل وثمانية رؤوس واثنى عشر حرفا في الحصة القادمة سأعرض لكم خصائصه بالتفصيل الشكل الهندسي الثاني متوازي المستطيلات منه الكبير ومنه الصغير متوازي المستطيلات يا صغار الرائعون شكل هندسي ثلاثي الأبعاد له ستة أوجه مستطيلة الشكل وثمانية رؤوس أيضا واثنى عشر حرفا يختلف متوازي المستطيلات عن المكعب بأن المكعب له أوجه مربعة الشكل بينما متوازي المستطيلات أوجهه مستطيلة الشكل ننتقل الشكل الذي يليه هو الهرم دعونا نتعرف على خصائص الهرم الهرم شكل هندسي ثلاثي الأبعاد أوجهه مثلثة الشكل له أربع أوجه كلية تشمل القاعدة وجميعها مثلثة الشكل وله أربع زوايا وست حواف صغار الرائعون الهرم إما أن يكون مثلث القاعدة أو تكون قاعدته مربعة ننتقل إلى الشكل الذي يليه الكرة منها الصغير ومنها الكبير دعونا نتعرف على خصائص الكرة شكل هندسي ثلاثي الأبعاد له وجه واحد منحني وليس له أضلاع ولا رؤوس ننتقل إلى الشكل الهندسي الذي يليه الأسطوان الأسطوان يا صغار الرائعون هو شكل ثلاثي الأبعاد يتكون من قاعدتين دائريتين ترتبطان معا بواسطة سطح منحني وتتميز الأسطوان بعدم احتوائها على رؤوس أو زوايا واحتوائها على ثلاثة وجوه تتمثل بالقاعدتين الدائريتين مسطحتين الشكل والوجه المنحني وحافتين منحنيتين الآن ننتقل إلى المخروط المخروط يا صغار الرائعون منه الصغير ومنه الكبير هو شكل هندسي ثلاثي الأبعاد له وجهان الأول القاعدة والثاني الوجه المنحني الذي يشكل جسم أو حجم المخروط وليس له وله رأس واحد وضلع واحد منحني إذن يا صغار الرائعون تعرفنا على عائلة المجسمات الهندسية دعونا الآن ننتقل إلى حفلة عيد ميلاد سامي أريد منكم أن تروا الأشكال الهندسية والمجسمات في عيد ميلاد سامي أين هو المكعب هنا؟ أين هو المكعب؟ دعونا نبحث في عيد الميلاد على المكعب أين هو المكعب؟ أحسنتم يا رائعون هذا المكعب الأول وهذا المكعب الثاني أحسنتم أحسنتم دعونا الآن ننتقل إلى شكل هندسي آخر نبحث عنه في عيد الميلاد أين هو متوازي المستطيلات؟ ابحث جيداً ابحث جيداً أحسنتم هذا متوازي مستطيلات أول وهذا متوازي مستطيلات آخر هذا جاء بالطول والآخر جاء بشكل عرضي هل أنتم مستعدون للبحث عن الشكل الهندسي الثالث؟ لننتقل سوياً إلى أين هي الكرة؟ أحسنتم البالونات جميعها الموجودة في حفلة عيد الميلاد على شكل الكرة أبدعتم يا صغار رائعون والآن ننتقل إلى الأسطوانة أين هي الأسطوانة يا رائعون؟ أحسنتم يا أبطال هذه أسطوانة الشمعات في كعكة عيد الميلاد على شكل أسطوانة هذه أسطوانة أولى وهذه أيضاً وهذه أيضاً أحسنتم يا رائعون والكعكة أيضاً على شكل أسطوانة كم أنتم رائعون يا صغاري المبدعون ننتقل الآن أين هو المخروط؟ أحسنتم قبعات عيد الميلاد هي على شكل المخروط قبعات عيد الميلاد على شكل المخروط أبدعتم يا صغاري الرائعون والآن أريد منكم أن أتأكد كم أنتم مميزون ومبدعون وكم استفدتم من هذا الدرس دعونا نبدأ بالأشكال الهندسية ونكتب اسم كل شكل الشكل الأول أحسنتم إنه المكعب مبدعون أنتم رائعون يا أطفالي والشكل الثاني أحسنتم يا رائعون إنه متوازن مستطيلات الشكل الثالث في الأسفل أحسنتم إنها الأسطوانة والشكل الرابع أبدعتم إنها الكرة والشكل الخامس أحسنتم إنه هرم ثلاثي والشكل الأخير أبدعتم يا صغاري الرائعون إنه المخروط والآن صغاري الرائعون سأعرض عليكم مفهوما جديدا مفهومي لهذا اليوم السطح المنحني السطح المنحني هو عبارة عن سطح يميل بزاوية عن السطح الأفقي بحيث تكون نهايته عند ارتفاعين مختلفين ويأتي بشكل منحني أي أن هذا الوجه الخاص بالأسطوانة وجه منحني أو وجه مائل ننتقل الآن إلى السطح المستوي السطح المستوي هو عبارة عن سطح منبسط ثنائي الأبعاد أي أنه مستقيم لنحناء فيه مثال ذلك رأس الأسطوانة وقاعدة الأسطوانة هما سطحان منبسطان أي أنهما مستقيمان لنحناء فيهما دعونا الآن ننتقل إلى الأشكال الهندسية وإلى ما يشير السهم هل أنتم مستعدون؟ هنا يوجد أسطح مستوية وأسطح منحنية سنبدأ بداية في الهرم أسطح الهرم هل هي مستوية أو منحنية؟ مستوية أي مستقيمة أحسنتم سطح الهرم سطح مستوى سطح الهرم سطح مستوى والآن ننتقل إلى الأسطوانة السطح الجانبي أحسنتم سطح الأسطوانة سطح منحني سطح منحني ننتقل إلى المخروض أحسنتم أيضا المخروض سطحه سطح منحني وأخيرا الكرة أحسنتم يا رائعون أيضا الكرة سطح منحني سطح منحني هل أنتم مستعدون إلى النشاط التالي؟ أنا متحمسة جدا النشاط الذي يليه أصل بخط بين الشكل الهندسي ومثال عليه المكعب أين هو المثال من الواقع على المكعب؟ أحسنتم إنها قوالب الثلج المكعب مثال ذلك قالب الثلج الكرة أحسنتم الكرة أو كرة القدم هو مثال من الواقع على نموذج الكرة المخروض أين نرى المخروض؟ أحسنتم إنه في قرطوس البوضة أحسنتم يا رائعون وأخيرا الأسطوانة علبة ألعاب على شكل أسطوانة علبة ألعاب على شكل أسطوانة والآن التمرين الذي يليه أريد أن أصل بين الشكل الهندسي ثنائي الأبعاد والشكل الهندسي ثلاثي الأبعاد قلنا أن الشكل الهندسي ثنائي الأبعاد هو نفسه ثلاثي الأبعاد لكن ثلاثي الأبعاد له بعد ثالث الشكل الهندسي لا بعد له تكونت الأشكال الهندسية ثلاثية الأبعاد من أشكال هندسية ثنائية الأبعاد دعونا الآن نندأ في الشكل الأول إنه المكعب أين هو الشكل الهندسي؟ الذي يرتبط به أحسنتم إنه المربع المربع شكل هندسي ثنائي الأبعاد يرتبط بالمكعب الآن ننتقل إلى متوازي المستطيلات ما هي أوجهه؟ أحسنتم مستطيلة الشكل أوجهه بشكل مستطيل والآن ننتقل إلى الهرام ما هو أوجه الهرام؟ أحسنتم المثلث والآن هذا الشكل الخماسي أحسنتم وله أوجه خماسية الشكل وأخيراً الكرة أبدعتم يا رائعون والشكل الثنائي الأبعاد المرتبط بالكرة هو الدائرة ننتقل الآن إلى العمل في الكتاب المدرسي صفحة رقم 57 أكتب اسم المجسم الذي تمثله كل صورة مما يأتي ما اسم المجسم الأول؟ أحسنتم إنها الأسطوانة المجسم الثاني يا مبدعون أبدعتم إنه المخروط والمجسم الثالث أبدعتم إنه الهرم ننتقل الآن إلى السؤال الثاني إلى ما يشير السهم؟ وأحوط الإجابة الصحيحة يشير السهم إما إلى سطح مستوى أو إلى سطح منحن الآن إلى ما يشير السهم في الأسطوانة أحسنتم قاعدة الأسطوانة سطح منحن والكرة أحسنتم أيضا الكرة سطح منحن مرة أخرى الأسطوانة يشير إلى سطح مستوى سطح الأسطوانة مستوى وسطح الكرة الذي يشير له السهم هو سطح منحن وآخر شيء هو سطح مستوى وهو سطح المخروط سطح مستوى ننتقل الآن إلى السؤال الذي يلي أيهما المختلف؟ أحدد المجسم المختلف من بين المجسمات الآتية وأبرر إجابتي أحد هذه المجسمات يختلف عن المجسمات جميعها أحسنتم أنتم مبدعون إنه الهرام جميعها لها أسطح منحنية عدى الهرام له سطح مستوى الأسطح جميعها منحنية عدى الهرام له سطح مستوى والآن صغار الرائعون بمساعدة ماما أكمل كتاب التمارين صفحة رقم 27 وصفحة رقم أيضا 27 والآن أريد أن أحذركم هذه الحذورة أتحقق من فهمي أنا شكل هندسي جميع أوجه مربعة الشكل من أنا؟ من أنا؟ فكر فكر يا بطل من أنا؟ أحسنتم إنه المكعب وهذا هو شكل المكعب جميع أوجهه مربعة الشكل جميع أوجهه مربعة الشكل تعلمنا لهذا اليوم يا صغار الرائعون المجسمات وأخذنا عن الهرام وهذا شكله وأخذنا عن الكرة وهذا شكلها وأخذنا عن المخروط وهذا شكله وأخذنا عن متواز المستطيلات وهذا شكله وهذا شكل الهندسي الآخر المكعب وشكله هكذا وهذه أخيرا الأسطوانة وهكذا هو شكلها وبهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم صغار الرائعون إن العظمة الحقيقية تعني أن تكون عظيما في الأمور الصغيرة أيضا معلمتكم المحبة لكم سجود أبو عوات دمتم في حفظ الله ورعايته